بسم الله الرحمن الرحيم قبل تشوف هذا الدرس شوف الأجزاء اللي قبله يقول لي المواد التالية تعتبر تامة التأيين أو التفكك في المحاليل المائية إلا وحدة يعني كلها قوية إلا وحدة ضعيفة طبعا هذا لازم تكون تحافظة أن الأمونيا هي الضعيفة يقول لي المعادلات التالية تمثل مراحل تأيين حمض الفسفوريك عدم معادلة واحدة منها نحن ندري الفسفوريك تأيين على ثلاث مراحل هذه المرحلة الأولى مضبوطة مضبوطة مرحلة هذي تكرار المرحلة الأولى هااا شوفوا هني اش صار هني اربع اكسيجينات وهني اربع اكسيجينات لكن هني انقصت اكسيجينات شكوا هذي غلط مرحلة الثانية لتأيين حمض الفسفوريك في المحاليل المائية تؤدي إلى تكوين كاتيون الهايدرونيوم و مرحلة الثانية شن يعني يعني لما يكون فاقد أصلا الكترون ويفقد الكترون ثاني الفسفوريك عنده ثلاث اكترونات يبقى واحد اللي هو H P O 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 5 6 9 9 10 12 12 12 12 13 15 15 15 16 16 16 16 18 20 20 21 21 20 22 22 22 22 23 23 هذا هو الحمض المرافق مال هذا هذا صح أضعف الأحماض التالية هو حمض شنو الهيدروفلوريك ليش الهيدروفلوريك لأن سالبية الفلور عالية هذا كلام ما درسنا لكن الزبدة في الهالوجينات هذا أعلى واحد سالبية فلما يتصل بالأتش ما يرضي يهدها فيكون حمض ضعيف ما يتفكك أو ما يتعين بالكامل يقولي أحد الأحماض التالية لا يعتبر الأحماض ثنائية البروتون هذا ثنائي بروتون وهذا ثنائي بروتون هذا ثلاثي بروتون وهذا هذا أحادي بروتون ليش أحادي بروتون لأنه ما يقط إلا الأتش اللي متصلة بالأو أما هذه متصلة بالسي ما يقطها معنات عندي إجابتين هنا هذا ثلاثي وهذا شنو أحادي شرح على السؤال الحمض القوي الذي له الصيغة الافتراضية HA يعني أحادي البروتون يكون في محلوله المائي متأين جزئيا قوي يتأين كله إذن ليس متأين جزئيا تركيز الجزئي غير المتأين يساوي صفر فعلا لأن هذا كله يتفكك يوجد في حالة تزان ديناميكي لا لا يوجد في حالة تزان ديناميكي لأنه تفكك كامل لا يوجد تفاعل رائح راد عكسي لا يوجد تزان تركيز كاتيون الهيدروجين أقل من تركيز الحمض الحمض كله تفكك فصار تحول الحمض كله إلى H+, وإلى A- من أعطى تركيز هذا يساوي تركيز هذا هذا أصلا خلص كله الإجابة الصحيحة هي هذه الأنواع الموجودة في المحلول المائي لحمض الأسيتيك حمض الأسيتيك ضعيف معناته رح نلقى كاتيون هيدروجين رح نلقى أنيون أسيتات ورح نلقى أيضا الجزئي كامل ممتفكك حلو رح نلقى هذا رح نلقى هذا رح نلقى هذا والماء أكيد رح نلقى يعني محلول جماعة الخير أكيد فيه ماء قيمة الأسيتيك الهيدروجيني PH لمحلول حمض HCL لتركيزه كذا هذه حلناها بفيديو من قبل وشلون كررناها مرة ثانية ما نحال هي حلوها أنتو في الأنواع التالية أكبر قيمة ثابت تأيون للنوع الأفلاني أقل قيمة ثابت تأيون للنوع الأفلاني لا يوجد لها ثابت تأيون أقل قيمة ثابت تأيون للنوع الأفلاني أول شيء لا يوجد لها ثابت تأيون هذا كلام غلط خلاص بعدين CHQI هذه مرحلة تأيون الأولى مرحلة تأيون الأولى حق الحمض دايما تكون أعلىهم CA أعلىهم ثابت تأيون إذن أكبر قيمة ثابت تأيون للنوع هذا غلط وهذه إجابة غلط وهذه أقل قيمة ثابت تأيون مثل ما قال أقل قيمة ثابت تأيون للنوع هذا إذن هذه إجابة الصحيحة يقول إذا كانت قيمة الكي اي لكل من حمض الفورميك حمض ضعيف الهيدروفلوريك ضعيف الأسيتيك ضعيف بنزويك أيضا ضعيف أعطاني الكي اي ملوتهم كلهم على الترتيب فإن أقوى هذه الأحماض هو حمض إذا شفنا الكي اي مال الأحماض ضعيفة أعلى كي اي وهو أقوى حمض خلاص فخندور هذين أسالب خمسة معناته أصغر من الحبايب ذول هذين الأثنين أسالب أربعة من الأكبر فيهم هذه لأنه هذه ستة وهني واحد مات هذا هو أقوى واحد وهو ثاني حمض يعني مول فورميك ولكن الهيدروفلوريك إذا علمت أن كي اي لكل من الأحماض التالية هي كذا 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 فإن ذلك يدل على أن حمض H-CN هو أقوى الأحماض السابقة خلنشوفها الكلام H-CN كاهو هنا وهو أسالب عشرة والباجي أكبر منه صح أنه سالب خمسة أسالب خمسة أكبر من أسالب عشرة إذن هذه أول واحدة غلط كاتيون الهيدروجين في المحلول أكبر من كاتيون الهيدروجين في المحلول هذا يعتمد على الكي اي كل ما زادت الكي اي كل ما زاد تركيز كاتيون الهيدروجين فخلنا نشوف C-C-O-H C-H-C-O-H كاهو حلو قيمة الكي اي مالتها أكبر من قيمة الكي اي مالت هذا معناته أنه فعلا تركيز كاتيون الهيدروجين هنا أكبر من تركيز كاتيون الهيدروجين هنا هذه الإجابة هي الصحيحة إذا كانت قيمة كي اي لحمض الهيدروفلوريك تساوي كذا كي اي لحمض الهيدروسينيك تساوي كذا فإن أحد العبارات التالية الصحيحة درجة تعيين حمض الهيدروفلوريك أقل من درجة تعيين حمض الهيدروسينيك المساوي له في التركيز خلنا نشوف من لي تعيين أكثر اللي عنده كي اي أكبر هذا الكي اي مالت 19 أسالب 4 هذا 10 أسالب 10 إذن هذا أكبر خلاص اللي هو الهيدروفلوريك لأن الهيدروفلوريك يتعين أكثر وهو شي يقول لي درجة تعيين أقل معناته هذه غلط حمض الهيدروفلوريك أضعف من حمض الهيدروسينيك المساوي له في التركيز غلط تونقع نقول كي اي مالت أكبر منها هو أقوي يتعين أكثر قيمة pH اللي حمض الهيدروفلوريك أقل من قيمة pH اللي حمض الهيدروسينيك نساوي له في التركيز شرايكم لما يتفككون هذا وهذا ما اللي راح يتفكك أكثر اللي الكي اي مالت أكبر صح إذن هذا راح يتفكك أكثر نتاها يعطيني H بلس أعلى صح للهيدروفلوريك ال H بلس راح تكون أعلى لأنه يتفكك أكثر معناته pH مالت اللي هي عكس ال H راح تكون أقل واضح أن ال pH هي سالب لوق ال H وننتاها راح تأكس السالفة راح تكون ال pH مالت أقل وهذا الكحيان راح تصير ال pH مالت أعلى إذن قيمة pH لحمض الهيدروفلوريك أقل من قيمة pH لحمض الهيدروسينيك أقول الكلام صحيح يقول إذا كانت قيمة ال KB للأنيلين تساوي كذا والهيدروزين تساوي كذا فإنه درجة تأيون فلان أقل معلال خiban شوف اوالشي الكيبي الأنيلين السالب عشرة وهذه السالب سبع مالتا сем pena فمن أكبر الهيدروزين الهيدروزين أقوى من ال أنيلين كقاعدة ضعيفة يقول لي درجة تأيون الهيدرازين أقل من الأنيلين غلط الهيدرازين أكبر لأننا قلنا لك إيمالت أعلى الأنيلين كقاعدة أقوى من الهيدرازين غلط هنا قاعد نقول الهيدرازين أقوى قيمة PH لمحلول الأنيلين أكبر من قيمة PH لمحلول الهيدرازين شون نحسبها بالله أنا أقول لك أول شي إحنا لما نفكك ينتبه أني عندنا كي بي كي بي حق الأنيلين وكي بي حق الهيدرازين لما نتكلم عن تفكك القواعد هذه راح نقول لهيدرازين يتفكك أكثر معناتها يعطيني OH أعلى صح الOH هنا راح تصير أعلى عند الهيدرازين دام الOH أعلى معناتها هذا قاعدي أكثر معناتها الPH مالتها أيضا أعلى نحن متفقين كل ما زادت القاعدية كل ما تزيد الPH صح إذن الPH مالتها أعلى فنقرهن نقول الPH لمحلول الأنيلين أكبر من الهيدرازين لا غلط الهيدرازين الPH مالتها أكبر هو أكثر قاعدية نزيلين تركيز أنيون الهيدروكسيد لمحلول الأنيلين يساوي تركيزه في محلول الأنيلين المساوي له في التركيز يأر آله نكت series قد بحلو الأنيلين ومحلو الأنيلين السؤال بكبرى الظاهر في صباح الخير أسئلة تحت هذه مالة أدلة حلقناهم كلهم في فيديو الأدلة آخر سؤال يقولي محلولين لحمض الأسيتيك ولحمض الهيدروسيانيك متساويين في التركيز فإذا علمت أن K-A لحمض الأسيتيك تساوي كذا K-A للسيانيك تساوي كذا فإن المحلول الذي له أس هيدروجيني أقل شون أعرف الأس الهيدروجيني منه اللي عندي يتفكك أكثر الأسيتيك صح لأنه أسالب 5 وهذا أسالب 10 هذا K-A مالت أكبر يعني أنه يتفكك أكثر يعطيني تركيز كيتيون الهيدروجين أو الهيدرونيوم أكبر صح هذا مال عالي لما نحوله إلى pH رح يكون أقل ليشنا الـ pH عكس الـ H plus أو عكس الـ H3O إذن اللي له أس هيدروجيني أقل هو حمض الأسيتيك يا رب تكونوا استفدت والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر